من المحاصرين من تجرأ وقال بهذا الإجتهاد؟ على أنكم ربما تسمعون هذا لأول مرة لأنني حين قرأته أيضاً سمعته وقرأته لأول مرة العلام الشيخ مصطفى السباعي في كتابه هذا هو الإسلام قال الجزية كما أفهمها من القرآن الكريم يدفعها الذين عتدوا على المسلمين وخاضوا الحرب لا يدفعه وأناس آخرون بعد ذلك أنهم مش علاقة ليس معقول تدفعه الأقباط ألف وثين سنة ألف وثلاثم ألف واربعمائة سنة الجزية تقول لي جزية جزية ماذا؟ وخاصة بعد عهد الاستقلال والتحرم المستعمر خاضوا الحروب معنا جنباً إلى جنب يداً بيد أليس كذلك؟ والعجيب أن الإمام أبو الأعلى المودودي له اجتهاد قريب من هذا أيضاً هذا شيء عجيب يعني أدهشني يقول جزية يختصر بها على أمثال هؤلاء فهذا مرحب مهم حاولوا أن تعمقوا القراءات فيه وإجتهاد لابد منه مهم جداً الآن هذا لابد أن نستنفر إيه الجيش أن نعبئ هذا الجيش أن نخوض هذه الحرب ندفع ثمن أكلافاً باهضة جداً من دمائنا من أموالنا من معداتنا هذه خسارة كبيرة صحيح؟ الآن أنت أي تنكسر عليك أن تعوضني السؤال الخطير عاد كويس أنت كجيش عوضتني طب ما ذنب أبنائك وأبناء أبنائك وأحفاد أحفاد أحفادك كالأقباط في مصر اليوم أنا أقول لكم الذي انتهى إليه رأيي بكل تواضع هؤلاء ليس عليهم جزية ولا علاقة لهم بما فرض الجزية لا من قريب ولا من بعد هذا الخطأ مرد عليه الفقهاء المسلمون عبر التاريخ انتبه أو انتبهوا من المعاصرين من تجرأ وقال بهذا الاجتهاد على أنكم ربما تسمعونها لأول مرة لأنني حين قرأته أيضاً سمعته وقرأته لأول مرة لم أسمعه من عالم العلام الشيخ مصطفى السباعي في كتابه هذا هو الإسلام قال الجزية كما أفهمها من القرآن الكريم يدفعها الذين عتدوا على المسلمين وخاضوا الحرب لا يدفعه وأناس آخرون بعد ذلك أنهم مش علاقة مش معقول تدفعوا إيه الأقباط ألف وثنين سنة ألف وثلاثم ألف واربعمائة سنة الجزية تقول لي جزية جزية ماذا؟ وخاصة بعد عهد الاستقلال والتحرم المستعمر خاضوا الحروب معنا جنبا إلى جنب يدا بيد أليس كذلك؟ كيف يدفع جزية؟ هذا كلام فارغ والعجيب أن الإمام أبو الأعلى المودود له اجتهاد قريب من هذا أيضا هذا شيء عجيب يعني أدهشني يقول جزية يختصر بها على أمثال هؤلاء هذا مرحب مهم حاولوا أن تعمل قوية القراءات فيه وإجتهاد لا بد منهم مهم جدا الآن هذا طيب بالنسبة أنني حكمت السلفين على نواياهم أعتقد لو انتبهت أختي أنا أقول لأخي عبد الواحد لا أحاكمهم على نواياهم أنا أستقرأ واقعهم هم يفعلون هذا في الواقع وخاصة أنا قلت وقيت أن هذا الأمر يتعلق بالعقيدة في نظرهم بالدين ليس بأيدولوجيا أو فلسفة تأمليا بالدين كما أن اجتهاداتهم يعني ما فيش اجتهاد سلفي معاصر على فكرة يوقّر الحريات وفي رأس الحريات الحرية الدينية حرية الاعتقاد وبالمناسبة حتى نظم السلفيين الاجتهاد الإسلامي عموما إلا ما ندر في إضاءات طبعا في الفكر الإسلامي المعاصر لا يوقّر الحرية الدينية بكلمة واحدة أقول لكم كل من لا يزال يتعاطف مع حكم قتل المرتد هو يذبح الحرية الدينية بضربة واحدة ما تقول لي فيه حرية الدينية وتقول لي أقتل المرتد هذا الكلام لا يستقيم بالمرة وطبعا ما فيه سلفي عنده يعني خمسة في الماء استعداد أن يتنازل عن قتل المرتدين هذا الدين وثابت مع أنه هذا ليس من النصوص ظواهر قابل للتأويل وبشكل معروف وما نوس إن شاء الله للمتابعين طيب بالنسبة لربات البيوت نعم أتفق معك وأعتذر لأخواتي لكن الذي نعلمه أن نسبة الأمية الأمية في الدول العربية دائما في النساء أزيد منها في الرجال هذا الثابت معروف طبعا المرأة نالت حظها مؤخرا للأسف الشديد يعني إلى وقت قريب إلى ما قبل ستين سنة في بعض البلاد المرأة محرومة تماما كان محرمة عليها ارتياد المدارس نوع لأنه في عندك تراث يقول علمهن الغزلة والنسيج ومش عارف إيه وصورة إيه أنا أقول لي حديث فارغة ولكن طبعا بلا شك في ربات بيوت أميات وفي رجال أميون كثيرون صحيح كان ينبغي أن أذكر هؤلاء وهؤلاء فأنا أعتذر لأخواتي نزع ذكورية طبعا لا نزع رجالا طبعا لا نستطيع تعرفون قبل فترة أشكر لأحد إخواني من إخواني ومن أحبابي نبهني قال لي يا شيخ نحن نحبك ولكن أنت لك مقالة حزت في نفسي قلت له ما هي قال حين تقول أنت معجب عبد البصعب الصمد قلت أعشقه مش أنا معجب بي أعشق هذا الرجل من صغري وحببني في كتاب الله قال تقول كل من لا يحب هذا الصوت وهذا كان أنا أشك في ذوقه فكأنما هزني حماقة مني هذه مسألة أذواق الأذواق لا يمكن يا إخواني أن يرهن عليها وأن حتى يهذل فيها ما الشرط إذا كنت أنا أستحلي هذا الصوت أن يستحليه العالمون يعني فلماذا فعلت هذا حين فعلت هذا فعلا هذه نزعة متطرفة كانت لدي فجميل أنه نبهني وهزني أخجلني أمام نفسي خجلت كيف قلت هذا أنا أهنت كثيرين ربما لا يستحلون صوت عبد الباصط صحيح؟ وقد يستحلون صوت المنشاوي أو صوت السديس هم أحرار هذه مسألة أذواق الأذواق لا نقاش فيها جميل أن ينبه الإنسان أحيانا لا تجاوزاته طيب